أين القصة القصيرة الآن؟ الحقيقة فيه إبداع قصصي مميز في مصر وفيه تلامزة يوسف إدريس الحقيقة طبعا يوسف إدريس علامة فارقة في الإبداع العربي وفي القصة القصيرة بالتحديد هو كان متنوع يعني أنتج في القصة القصيرة في الرواية في المصرح مقالات صحفية مهمة نموذج للمثقف العضو الملتحم بقضايا اللحظة وكل الشؤون الفكرية والسياسية وكل أمور المجتمع يمكن الزمن اللي اختلف شوية أو يعني حصلت تحولات عديدة طبعا في العقود الماضية لكن فيه إبداع قصصي مميز ربما يتوارى وسط ركام كبير يعني فيه أسماء الحقيقة المهمة منها مثلا الدكتور محمد المخزاندي وده طبيب وكان برضه من تلامزته وهو يعني في تقديري يعني كاتب له مستوى ربما عالمي في وجهة نظري مقل أي نعم يعني كل كم سنة بينتج فيه الدكتورة عزة رشاد فيه منتصر الأفاش صفاء النجار حسن عبد الموجود محمد إبراهيم طاها المفارقة أن أغلبهم أطباء على فاكرة يعني برضه زي يوسف دريس والله هي الظاهرة تحتاج لدراسة وتعمق يعني هنلاقي مثلا دكتور عزة رشاد طبيبة دكتور محمد المخزاندي يمكن ممارس الطب لكن هو طبيب أيضا دكتور محمد إبراهيم طاها وهكذا يعني هنلاقي في عدد آخر يعني دي أبرز وأهم الأسماء وهم مبدعين يعني من وزن سقيل ومميزين الحقيقة ظهرت المواهب بجانب العلم وأكيد بيتسقل طبعا بشكل أو بآخر أيضا بالقواعد العلمية السليمة في الكتابة والرواية واللغة ترجمة نانسي قنقر